السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى تكونوا بألف صير وإنتوا بتشوفوا الفيديو المميز اللي حنشوفه مع بعض النهاردة واللي هنعرض لكم من شلاله مجنوعة متميزة وهو جديدة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والمنظمات والإفتراعات والأجهزة الزكية جدا اللي بتساعدك أن ينتي بنظمي وترتبي بيتك بكل سهولة وده غير طبعا أدوات التنزيز اللي استخدامها بيبقى سهل جدا واللي ما بيحتاجش منك أي مجهود واللي بيستاعدك على استغنال وقتك بأفضل الطرق فلو دي أول مرة بتشوفي قناة الأدوات المنزلية أتمنى أنك تنضمي دينا ودعا طريق الضفط على زر الاشتراك ولو حب أنه يمصنك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة لقدر أن تدفع علي جرس الإشعارات لإشعار الكون ودلوقتي حنبتدي الفيديو بتاعنا ونشرح مع بعض كل الأدوات والمنتجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده ونشوف إزاي نقدر أن احنا نستصدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كان العادة حكلمكم عن الطرق أن تقدروا منسللهم أن أنتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجانا هنا بقى عندنا فرشة للتنظيف طريقة تصميمها بتساعدك أن أنت تنظف كل الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك على الأرضيات أو على كرسي الحمام أو على الحوض بكل سهولة وبتيجي متوفرة عندك باللون الأسود وباللون الأبيض والفرشة دي رغم صغر حجمها إلا أن هي بتغنيكي عن مختلف أدوات التنظيف اللي ما بيبقاش منها أي فايدة وبتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي أنت بتبقي محتاجها وهنا معانا منظم لأسلاك الكهروة طبعا تقدر أن تتثبتي على مختلف الأجهزة الكهربائية اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر أن تتثبتي على الجدار بحيث أن هو يلملك كل الأسلاك ويخلصك من الكركبة بتاعتها وهنا معانا رفف نقدر أن نحن ننظم عليه مختلف لوازم المطبخ أو الفوض أو مختلف لوازم الحمام وطريقة تثبيته على الجدار مش بتحتاج لأي مواد لسقة أو لأي مصامير وزي ما انت شايفة معانا كده من خلال الفيديو لاستخدامات متعددة وهنا معانا الفرشة اللي تقدر أن انت تنظفي من خلالها مختلف أدوات المطبخ وطبعا هي مش فرشة واحدة زي ما احنا شوفنا كده مع بعض هي عبارة عن أربع فرش وده غير طبعا السلك اللي هو بيبقى مصنوع من الفلاز المقاوم للصدا اللي بيستعدك ان يتشيل كل الحاجات اللي بتبقى عالقة عندك وصعب تنظفها وهنا معانا رفل تنظيم قطيان الحلل أو البلانشا أو الأطباق الكبيرة وطبعا بيتثبت على الجدار زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو هنا بقى معانا مجموعة من الأطباق وبيجي معاها المنظم الخاص بيها تقدر ان انت مثلا تحطي فيها الكاتشاب أو الميونيز أو الصصات وغير كده أشكالها وألوانها جميلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للمكسرات والحلويات طبعا بيحتوي على كده خانة تقدر ان انت توزعي فيها الأنواع المختلفة من الحلويات أو المكسرات اللي انت عايزة تنظميها في المنظم ده وطبعا هو بيجي معاها غطع عشان يساعدك ان انت تقفليه ويبقى محكم الإغلاق وغير كده إن شكله جميل جدا وشفاف وكل حاجة بتنظمه جواب تبقى بينه وتقدر ان انت تنظفيه وتغسليه بكل سهولة وهنا معانا مجموعة من الأكياس اللي تقدر ان انت تنظم بيها الأحزايا أو الكتب أو أي حاجة انت عايزة تحفظيها وتشيليها الوقت ما تحتاجيها تاني بس هم هنا من خلال الفيديو استخدموا الأكياس دي لتنظيم الأحزايا وهنا معانا مصبع تقدر ان انت تصفي من خلاله القدار أو الفكهة أو الفراخ أو اللحمة أو الماكرونة وزي ما انت شايفة معايا كده هو حجمه كويس جدا وبياخد معاك كمية كويسة جدا من مختلف الحاجات اللي انت عايزة تحفظيها أو تصفيها من خلاله هنا حنشوف مع بعضها عندنا مقشرة تقدرين ان انت تستخدميها في تأشير الفضار أو الفكهة وأهم حاجة في المقشرة دي إن هي كل الاشي اللي انت بتقشريه بيتجمع بالمقشرة ذات نفسها بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا الشماعة اللي بتساعدك ان انت توفري مساحة كويسة جدا جوة دولاب عندك وتقدر ان انت تعلق عليها خمس شماعات تانية وغير كده الشماعة ذات نفسها تقدر ان انت تثبتيها عندك على طرف الشباك أو على طرف الكورسي أو الدولاب وغير كده الشماعة دي مناسبة جدا في أوقات السفر بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا جهاز تقدر ان انت تعملي من خلاله البيض عن طريق الوخار وطبعا الجهاز ده بيشتغل عن طريق الكهربة هنا حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من منظمات الودوم طبعا المنظمات دي مسموعة من القماش وتقدر ان انت تتموظم بيها البناطيل أو الأنصان أو التشيرتات المهمتها ان هي تساعدك على استغنال المساحات الصغيرة عندك في الدولاب وان هي تخلصت من كل كركابة الودوم وتخلين لك شكل الجهاز عندك منظم مرتب زي ان احنا شايتين كده من فنال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا القطع اللي بتساعدك ان انت ترفع المرتبة عندك بكل سهولة وتنظمي الملايات وكل البطانيات على السرير بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده تعالج في معايا عندنا رف طنزين طريقة تسبيته على الجدار سهلة جدا تقدر ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وبيجي متوفر عندك باشكال مختلفة واهم حاجة لو انت هتنظميه عندك في الحمام والمنظم ده هيتعرض لأي مية فكل المية دي هتخرج منه بشكل تلقائي لانه هو بيجي متخرم بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا حوض يغسيل الحوض ده قابل للطي وتقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة والاهم من كل ده انه هو مش هيشكل عندك اي مساحة جوه المطبخ او جوه الحمام بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من الكاظرات الخاصة بالمكيفات العمودية بتيجي متوفرة عندك بكذا شكله كذا نون بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا مجموعة من منظمات المطبخ الجميلة جدا اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وتستخدميها لتنظيم مختلف لوازم وادوات المطبخ وهنا معانا الاسفنجة او السلكة دي طبعا طريقة تصميمها عملية جدا ومش هتجرح ايديكي في وقت ما انت هتنظفي بيها المواعين زي ما احنا شايفين طريقة استخدامها سهلة وبسيطة جدا والحاجة المميزة في الاداة دي ان انت تقدر يضيفنها سائل غسيل المواعين اللي انت بتقدر تستخدميه وبيجي متوفر معها كذا قطع تقدر ان انت تستبدليها بكل سهولة وتستخدميها بتنظيف مختلف المواعين بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا اداة التثبيت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الشاشة بكل سهولة وتنظم عليها بعد كده يا ريموت التلفزيون او جهاز الروتر بعد كده حنشوف مع بعض عندنا كوباية كده بس الكوباية دي تقدر ان انت تستخدميها كمنظم تنظم بيها معجون الاسنان او فرش الاسنان زي ما هو ظاهر اندمنا تلوقتي من فنال انفيديو هنا معنا مجموعة من منظمات البطوليات وتقدر ان انت تستخدميها لطوزيم الرزق او الدقيق والمنظمات دي بتيجي شفافة عندك وده يساعدك ان انت تفطري الحاجة اللي انت عايز تستخدميها بكل سهولة هنا معنا منظم للصبون السائل والمنظم ده بيجي متثبت عليه قاعدة تقدر ان انت تثبت عليها الاسفنجة او السلكة الخاصة بتنظيف الموعين عندك والمنظم ده طريق استخدامه حلوة جدا وجديدة تقدر ان انت تثبتها عندك على حوض المطبخ او عندك على حوض الحمام هنا حنشوف ما بعض عندنا مؤشرة او مفرمة او قطاع عليه فضار بيتوفر معاها كذا قطعة فيها اشكال مختلفة من التقطيع او البشرة تقدر ان انت تثبت الشكل اللي انت عايزها وبعد كده تستخدمين في التقطيع او في بشرة الخضار اللي بيبقى موجود عندك طريقة استخدامها سهلة جدا وامنة وده بسبب الاداء اللي بتيجي متوفرة معاها برضو اللي تقدر ان انت تثبتيها على الخضار اللي انت عايزة تقطعي وبكده مش هتضطري ان انت الجراح اديكي بعد كده حنشوف ما بعض عندنا اداة بتساعدك ان انت تثبتي عليها اي نوع مناديل انت بتفضلي تستخدميه وتنظفي من خلالها كل الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف ما بعض عندنا الشبك اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الشباك من جوا بكل سكولة بعد كده تعالي الشرفي معايا منظم ومصفة لمفتلك ادوات المطبف تقدر ان انت تثبتي عليه ادوات التنظيف والفوطة والاسفنجة والسلكة وكل الادوات الفاصلة بتنظيف المواعين الحقيقة احنا شايفين مع بعض المجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده اداروا ان انتو تكتبوا ليفصلة التعليقات وانا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلواتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت امل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن 3 طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة به فبداياتا كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكس براس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة للاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني فيه عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفيه ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايز تجيديها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة حيبقى ليها سعر مختنس وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بي يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانجريكا او الفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصط شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتو تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين بي بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكاليف الشحن وهذا صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتطاعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوزة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة بي وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى لو انت بسهلا في السعادية او في الكويت وانت انت تلاقي الصفحات دي او لا بس ما عايز اقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا ان انت تكتب في خلق البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كتا في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا عينو اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي طبعا بتحتاج لمنك جهة لغاية مثلاء كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيعكم المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا بخانة التعليقات علشان الكوند يقدر يستفيد عن الموضوع دا وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو تكون عجبكم وانه كل الادوات والمتجات اللي تعرضت في الفيديو دا تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بتبغطي على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو دا ما عجبتكمش تقدر الم Duty تضغطوا على زر التصليك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو دا تقدروا ان تكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن وستنون إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة